الاغلى اقليميا والاسوأ عالميا هذا هو واقع خدمة الانترنت في العراق الذي يشهد منذ عام 2003 اسوأ مرحلة في تاريخه الحديث ومع تزاير تصريحات المسؤولين والبيانات الرسمية عن اسباب المشكلة تزداد حيرة المواطنين ولاسيما العاملين بمجال الاتصالات ووسائل الاعلام والذين يشكل لهم الانترنت شريان الحياة وسائل اعلام محلية تقول ان العراق يخسر 40 مليون دولار يوميا نتيجة سرقة الانترنت او تهريبه لخارج البلاد او بسبب ضعف خدمة الانترنت او انقطاعها والذي تسبب بتوقف الاعمال لبعض الشركات الكبيرة منها المصارف ووسائل الاعلام وغيرها واقرب مثال على ذلك ما حصل في المصرف العراقي الحكومي للتجارة الذي قدم اعتذارا الاسبوع الماضي الى عملائه على صفحته في موقع الفيسبوك نتيجة الخلل الذي حدث في اجهزة صراف الآلي بعد تذبذو خدمة الانترنت والذي ادى لعدم صرف المبالغ منها اما الشركات الصغيرة فهي الاخرى تعاني من تحدي كبير جدا بسبب ضعف خدمة الانترنت والذي بات يقوض عملها ويحد من تطورها وهو ما دفع بعضها للعمل في اوقات متأخرة من الليل من اجل الحصول على خدمة افضل بحسب مختصين بصحافة الانترنت خدمة الانترنت في العراق مستمرة بالانقطاع لعدة اسباب بعضها بسبب قرارات الحكومة والتي كان اخرها قطع الخدمة في ايام الامتحانات للمراحل الدراسية النهائية خوفا من تسريب الاسئلة او لتطورات سياسية وامنية كما حدث مع انطلاق تظاهرات البصرة الغاضبة والاهم من ذلك عدم جديتها في متابعة ومحاسبة المسؤولين عن سرقة او تهريب الانترنت ثم رداءة وضعف البنى التحتية لخدمات الانترنت في البلاد